اهلا بكم في ديلي تايمز عربي اعلنت دفاع المدني اللبناني صباح يوم السبت عن مصرع شخصين جراء استضام سيارتهم بفاصل اسمنتي عن نقطة المصنع الحدودية مع سوريا واوضحت دفاع المدني في بيان له عبر حسابه في تويتر ان الحادثة وقع فجر اليوم وتم سحب الجتتين من قبل عناصر الدفاع المدني من داخل السيارة التي تعرضت لاضرار بالغة نتيجة الاستضام واكدت وسائل اعلام لبنانية ان قائد السيارة كان هو الفنان جورج الراسي والذي توفي فورا بعد الحادث اثناء عودته من حفل احياه في العاصمة السورية دمشق عن عمر يناهز 39 عام وفق موقع بالفن المصري فان جورج الراسي كان برفقة فتاة في السيارة والتي قضت معه في الحادث الموقع نشر صورة لهوية الفتاة التي كانت برفقة الراسي فقد اكد انها صديقته وتدعى زين المرعب وهي من مواليد طرابلس واشار الى ان الفنان اللبناني كان يقود سيارته من نوع كيا قبل استضامه بالجدار وتم تداول صور لمركبة الفنان جورج الراسي وهي تظهر اضرار جسيمة لحقت بها في الحادث المروع وعلقت طليقة الفنان جورج الراسي عبر حسابها في تويتر قائلة وقد شارك عدد من مشاهير لبنان في نعي الفنان الراحل عبر حساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي ويدكر ان اخر ما نشره الفنان جورج الراسي من خلال ستوري عبر حسابه في انستغرام كان مقطع من اغنية اطلقها ويروج لها ويعد جورج الراسي احد ابرز الفنانين الشباب بلبنان واعماله الاخيرة اصبحت تحضى بشعبية ملفتة في الوسط العربي